قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله أما بعد مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في سياق حديثي وإياكم عن الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحلقة كما سيكون موضوعها بإذن الله عن جانب من جوانب الوفاء والعطف النبوي هذا النبي الكريم الذي كمله الله بالأخلاق العالية السامية العظيمة هذا النبي الكريم الذي في كل صفحة من صفحات حياته الوفاء والصدق واللطف والرفق والعطف والحنان سيكون محور الحديث من خلال قصة وواقعة عجيبة فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا لما بعثت في فداء أساراها بعثت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بقلادة في فداء زوجها أب العاص قلادة كانت ورثتها عن أمها خديجة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد الذي لها هذه الواقعة يحسن أن نسترجع بعض ملابساتها قريش في معركة بدر لما أظفر الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وكان الاختيار الذي صار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو قبول الفداء في الأسرى فبعثت قريش لتفتدي أساراها فبلغ الخبر إلى السيدة الكريمة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بمكة لأنها لم تزل حينئذ تحت زوجها أب العاص ابن الربيع وأب العاص هو ابن خالتها هالة أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكانت قريش قد حاولت مع أب العاص أن يطلق زينب نكاية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه أبى حبا لها ووفاءا لها ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون إلى المدينة بقيت زينب عند زوجها بمكة حتى كانت هذه المواجهة في بدر فخرج أب العاص ابن الربيع زوج زينب مع أنه لم يحفظ عنه ولم يعرف من قبل نوع من المواجهة للمسلمين والإضرار بهم لكنه لعله خرج ضمن قبيلته وقومه وكانت المفارقة أنه وقع في الأسر أيضا فبلغ الخبر إلى زينب بانتصار جيش أبيها ففرحت بذلك فرحا عظيما ولم ينغص عليها إلا أنها قد علمت أن زوجها كان من ضمن الأسارات وسمعت زينب بأن قريش تبعث بالأموال إلى المدينة لإفتكاك الأسرة وافتدائهم لقد تأملت كيف تصنع وماذا تقدم فاستدعت أخ زوجها وهو عمر ابن الربيع وقالت اذهب بهذه القلادة قدمها فداء لزوجي أبي العاص هذه القلادة ما شأنها إنها قلادة كانت قد قدمت إليها من أمها خديجة ليلة زواجها بمكة لما زفت زينب رضي الله عنها إلى أبي العاص ابن الربيع ابن أختي خديجة أختها هالة رضي الله عنها ونحن ندرك أن هدايا ليلة الزواج هدايا نفيسة أثيرة قريبة إلى النفس وبخاصة عند المرأة وبخاصة إذا كانت هذه الهدية من أحد الوالدين حفظتها زينب عندها حتى جاءت هذه اللحظة زوج حبيب وهدية أثيرة فإذا بها تبعث بها إلى المدينة فحضر عمر بن الربيع إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به يأتي بغلالة ويجعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الرسول هذه القلادة لم يحتج عليه الصلاة والسلام إلى شرح ما هي هذه القلادة إنه يعرفها ويعرف من أهديت إليه ويعرف المرأة التي أهدتها إنها زوجه الحبيبة خديجة رضي الله عنها في ليلة ومناسبة أثيرة حبيبة إلى النفس قدمت هذه الهدية إلى زينب رضي الله عنها فما بال هذه البنت تفرط في هذه الهدية وفي هذه القلادة الحبيبة الأثيرة إلى النفس لو لا أنها تريد افتكاكا لزوجها هكذا تتداعى الذكريات التي ترجع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأيام أيام خديجة رضي الله عنها وحبها الأثير في القلب النبوي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأثر ويرق لهذه رقة عظيمة وكأني بالدمع يترقرق في مقلتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام والصحابة يرقبون هذا المشهد ونفوسهم محتبسة حبا لهذا النبي الكريم هم يشاهدون هذا التأثر في وجهه ينتظرون ماذا يأمر فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن رأيتم هكذا بأسلوب العرض مع أنه إمامهم وقائدهم ولكن رعاية لمشاعرهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا الذي لها فعلتم قالوا نعم وكرامة يا رسول الله فأعطوا عمرا هذه القلادة وأصحبوه بأخيه أبو العاص وستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص وأخذ عليه العهد والميثاق أن يرسل إليه ابنته زينب وقد فعل وأمره أن يرتب لهذا الأمر وبعث معه زيد بن حارث رضي الله عنه ورجلا من الأنصار فتواعد على مكان خارج مكة بعد ليال من عودتهم وبعد ليال من بدر فبادر كنانة بن الربيع وهو أخو أبو العاص وأخذ زينب رضي الله عنها وجعلها على البعير وخرج بها في وضح النهار وكان رجلا معروفا بشجاعته ومع كفره لكنه أراد وفاء بالعهد الذي أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم على أخيه وأخذ معه كنانته وأسهمه يتحدى قريشا لو اعترضته فلما خرج شاهدت قريش ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخرج في وضح النهار فطوقوا هذا البعير وحضر هبار بن الأسود قاتله الله فنخس بعير زينب وسقطت رضي الله عنها ونزفت الدم وحضر بعض نساء قريش وهن كافرات كيف يصنع بالمرأة أما من نخوة ولا مرؤة فيكم وحضر أبو سفيان وقال يا كنانة إنك خرجت ببنتي عدونا وأنت تعلم ما قد صنع بنا وقد جررنا أذيال الهزيمة في بدر أتريد العرب أن تتحدث عننا أننا قد أجبرنا على إرسال بنته إليه ولكن ارجع بها حتى إذا كان بعد ليال فاخرج بها على ظلام من الليل حتى تتحدث العرب أن قد منعنا بنت محمد أن تخرج فاستجاب لهذا العرب وآب إليه مكرهة فلما كان بعد بعض الليالي خرج كنانة بزينب واتفق مع زيد بن حارثة فاستلمها هو والصحابي الآخر منه وأوصلاها إلى المدينة النبوية ولم تزر رضي الله عنها متأثرة من سقطتها التي كانت بسبب هبار بن الأسود الذي نخس بعيرها رضي الله عنها وارضاها ثم يدور الزمان حتى كان قبل الفتح وقد استقرت زينب رضي الله عنها بالمدينة ولا يزال زوجها بمكة على كفره أبو العاص فكان يوما قبل الفتح مكة عائدا بقافلة لقريش وفيها من الأموال ما فيها فأخذته سرية للمسلمين وهرب فأخذوا الأموال وقتادوها إلى المدينة وسلموها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أبو العاص فإنه هرب ودخل على ظلمة الليل إلى المدينة وبادر إلى بيت وإلى دار زينب رضي الله عنها وحجرتها فعرفته ولما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر وسلم إذا بزينب تخرج رضي الله عنها وتقول هذا أبو العاص بن الربيع وقد أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي من علم بهذا وإنه يجير على المسلمين أدناهم وهذه رسالة لما كانت المرأة كيف أنها تجير رجلا في حال مع أنه كان كافرا غير مسلم مع أنه كان مطلوبا للقافلة التي هرب منها وهو معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجير على المسلمين أدناهم فأجير أبو العاص فلما رجع أخذ المال وأخذ القافلة واستلمها وردت إليه رجع إلى مكة وسلم كل ذي مال ما له قال هل بقي لأحد منكم شيء؟ قالوا لا فقد أجزيت وكفيت وأوفيت قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله ما منعني أن أسلم عنده بالمدينة إلا خشية أن تقول إنه أراد أكل أموالنا هكذا يتأثر أبو العاص رضي الله عنه بالأخلاق الإسلامية الأخلاق النبوية التي لم يجد بدا بعد طول هذا الزمان إلا أن يعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يعتنق الإسلام عاد إلى المدينة وحضر وردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عقد جديد بعد أن كان أمره قبل ذلك ألا يقربها وما هي إلا فترة محدودة وزينب رضي الله عنها لا تزال متأثرة بسقطتها التي تسبب عليها بها هبار بن الأسود وهي تنزف الدمى رضي الله عنها ثم توفيت ولم يلبث زوجها أبو العاص بن الربيع بعدها إلا أشهرا معدودة ستة أشهر فتوفي وجدا عليها وعلى فقدها هذه قصة أبو العاص مع هذه السيدة الكريمة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا فوائد وعبر تقدمت الإشارة إلى بعضها وفيها غيرها مما لا يخفى سأتوقف وإياكم مع هذا الفاصل القصير ثم نتابع بعده بإذن الله مرحبا بكم وأهلا من جديد أيها الأخوة والأخوات إنه كما قلت الوفاء والعطف النبوي فأين هو من هذه القصة التي أسلفتها في قصة القلادة التي استجاشت مشاعره الشريفة وقصة زينب بنته رضي الله عنها وأرضاها ووفائها لزوجها الحبيب أما جانب العطف فهو هذا النبي الكريم الذي لم يزل يفض عطفا ورحمة على المسلمين أجمعين وعلى بناته وأهل بيته على وجه الخصوص وهذا ممتدحه ربه به في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إن الرأفة قد بلغت أوجها في نفس هذا النبي الكريم رأفة شملت أهل الإسلام جميعا لا بل شملت البشرية كلهم ليس الذين في زمانه بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذه الرأفة والعطف الذي كان معه النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى في سبيل بلاغ رسالة ربه وما أعظم صبره وما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام ونحن نشاهده في ذلك الموقف لما رجع من المدينة أقول لما رجع من الطائف إبان إقامته بمكة ذهب إلى الطائف ليعرض عليهم دعوة ربه بعد أن كذبته قريش فلم يكن أهل الطائف بأحسن حالا من أهل مكة لقد واجهوه بالتكذيب لا بل بالضرب والرمي بالحجارة وكأن به عليه الصلاة والسلام وهو يرجع من الطائف ينزل من تلك الجبال الوعرة وقد بلغ به الإعياء مبلغة وبلغ به التعب حده ومنتهاء وبينما هو في هذا الإعياء عليه الصلاة والسلام وبعد أن توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء إلا إلى ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني حتى دعا وقال ربي إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي يا محمد ما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما جبلان عظمان بمكة إن شئت أن انتقم الله منهم لفعلهم الذي فعلوا وتكذيبهم فإني على استعداد لأن أجعل أهل مكة بين هذين الجبلين أطبقهما عليهم ماذا كان الجواب هو يقول إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين وإن شئت أن تستأني بهم في هذه اللحظات أيها الإخوة الغالب بطبيعة النفس البشرية المظلومة المقهورة المعتدى عليها أن الإنسان يتشبث بأدنى خيط للانتقام أو لرد العدوان لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طاهرة زكية لا بغضى ولا حقد ولا انتقام إنه نبي كريم رؤوف رحيم إنه نبي بالمؤمنين رؤوف رحيم كما أخبر الله جل وعلا فإذا به يقول لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في عطفه ورأفته التي توجه بها إلى البشرية جمعاً ثم إلى بنياته التي عنينا من بطش قريش وشدتها وصلفها ما عنينا فإن أم كلثوم ورقية وقد كانت من قبل مخطوبتين لابن أبي جهل لابن أبي لهب فإذا بقريش تضغط عليه وتأمره تأمره بأن يطلق ابناه ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استمر أيضاً أذيتهم في شأن زينب وحاولوا بأب الربيع أن يطلقها لكنه رضي الله عنه لم يقبل حباً لها ووفاءه ثم إنه أيضاً حينما آذوها هذه الأذية قابلها بالعطف والرعاية حتى يسأل الله ما جئها إليه بالمدينة عطف نبوي الذي كما سكته في حلقات مضت وكما سيأتي أيضاً كان يشمل هؤلاء البنات بهذا العطف بهذا العطف والرأفة والرحمة التي هي ظاهرة في تعامله عليه الصلاة والسلام وأما جانب الوفاء فهو وفاءه عليه الصلاة والسلام للسيدة الكريمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إن قلادة لها كانت في مناسبة زواج ابنتهما زينب كانت كفيلة باستدعاء المشاعر النبوية واستدعاء رقة قلبه ودمع عينيه فما بال بعض الرجال لا تحرك مشاعرهم لا تتحرك مشاعرهم نحو زوجات أمضوا معهم سنين وطوالا على الحلوة والمرة على كثير من لأواء هذه الحياة ولذلك الأزواج الكرماء يصنعون من التعثر الذي يكون في الحياة ذكراً مناسبة يستحضرانها سوياً كيف أنهما قطعا هذا الطريق وسار في هذا المشوار حتى يسر الله لهم الفرج محمد صلى الله عليه وسلم يستحضر هذه القلادة التي كانت رسالة من صاحبتها وإن كانت في قبرها أن يستمر في هذا الوفاء وهو أهل للوفاء ولم يرسل إليه مثل هذه الإشارة ليقول إن شئتم أن تردوا أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا الذي لها تردوا هذه القلادة إن صاحبتها امرأة صاحبة مكانها فكان كلام الصحبي نعم وكرامة يا سيدنا يا رسول الله إنه الوفاء النبوي الذي كان يتجدد في كل لحظة يتذكر مع هذه السيدة خديجة رضي الله عنها يتذكرها من خلال صاحباتها كما جاء في حديث جثام المزنية التي سماها الرسول حسان المزنية تدخل البيت فيقدم لها الطعام كيف أنتم كيف صرتم كيف حالكم تقول عائشة من هذه يا رسول الله قال هذه امرأة كانت تأتينا أيام خديجة وإن حفظ العهد من الإيمان محمد الذي يفي لخديجة بمجرد سماع صوت أختها حينما أرادت طرق الباب رضي الله عنها وأرضاها فكان صوتها يشبه صوت خديجة رضي الله عنها وهي هالة فقال كوني هالة هذه هالة صوتها يشبه صوت خديجة إنها مدرسة الوفاء مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة الذي ينبغي أن نقتدي به في كل أحوالنا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للخيرات وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اشتركوا في القناة